جولة خارجية هي الثانية له منذ العملية العسكرية الروسية قبل عام بدأها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي في أوروبا في مسعى لمطالبة حلفائه بتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة الضرورية لوقف التقدم الروسي ومن بينها أسلحة هجومية كان زيلنسكي قطالب بها مراراً الزيارة بدأت بلقاء في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك ثم تبعها عشاء في باريس جمع زيلنسكي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا تنتمي إلى أوروبا ومستقبلها في الاتحاد الأوروبي وهذا الوعد صحيح وكان سونك قد وعد بتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة متقدمة لحلف شمال الأطلسي ولكنه لم يعرض تزويد أوكرانيا بالطائرات وهما أكده المتحدث باسم سونك قائل أن لندن تدرك المخاطر التصعيدية المحتملة مع موسكو أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكان قد أشار إلى أن الطائرات المقاتلة التي طالب بها أوكرانيا لا يمكن تحت أي ظرف أن يتم تسليمها في الأسابيع المقبلة مؤكداً أنه يفضل أسلحة أكثر فائدة ويكون تسليمها بشكل أسرع لا يمكن إرسال طائرات قتالية في الأسابيع المقبلة بسبب التأخير في التدريل والتسليم أنا لا أستبعد الأمر بشكل قاطع إلا أنه لا ينطبق مع الحاجة اليوم ورغم ضبابية الرؤى بشأن المطالب الأوكرانية إلا أن زيلنسكي أشار إلى استعداد حلفائه الغربيين التزويد كياف بالطائرات وفي كلمة ألقاها أمام قمة زعاماء الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة شكر زيلنسكي ألقاض الأوروبيين على دعمهم ودعي إلى تشديد العقوبات على موسكو نحن ندافع ضد أكبر قوة مناهضة لأوروبا في عالمنا المعاصر نحن ندافع عن أنفسنا في هذه المعركة إلى جانبكم الرد الروسي على تحركات زيلنسكي لم يتأخر إذ قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملن إن الأوكرانيين هم الذين سيعانون إذا أرسلت بريطانيا أو دول غربية أخرى طائرات مقاتلة إلى كياف وإن الخط الفاصل بين تدخل الغربي غير المباشر والمباشر في الحرب يتلاشى ترجمة نانسي قنقر